السلام عليكم ورحمة الله سوف نعيش اليوم مع حقائق من القرآن الكريم تثبت وحدانية الله وتثبت أن المسيح عليه السلام هو عبد ورسول الله وليس إلها وبلغة الأرقام انتبهوا معي أحبة في الله لدينا رقم بين الأرقام يتميز بأنه عدد أولي وأنه لا يقبل القسمة طبعا إلا على نفسه وعلى واحد ويتألف من واحد وواحد وهو العدد إدعش العدد أحد عشر هذا العدد عدد فريد من نوعه لذلك الله سبحانه وتعالى اختار هذا العدد ليكون دليلا على وحدانيته عز وجل لذلك أول ما نجده في القرآن والبرنامج طبعا أمامنا أن عبارة إله واحد انتبهوا معي أحبة في الله إله واحد طبعا هنا أنا أبحث بالرسم الأول للقرآن الكريم عبارة إله واحد انظروا معي لو بحثنا عنها نجد أنها تكررت إحدى عشرة مرة إدعش مرة هذا أول ما نجده في القرآن إله واحد أحد عشر وهذه هي الآيات طبعا وإلهكم إله واحد الآية الثانية إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد لقد كفر الذين قالوا إن الله الثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد قل إنما هو إله واحد وهكذا إدعش آية عبارة انظر معي أخي الحبيب قل هو الله أحد كم حرف سنبحث عنها هنا انظر معي قل هو الله أحد هنا لو قمنا بتحديدها هكذا سنجد أنها تتألف من أحد عشر حرفا قل هو الله أحد تساوي أحد عشر حرفا سوف نرى سلسلة من الأرقام تتعلق بذكر سيدنا عيسى بن مريم أول شيء أخي الحبيب انظر معي هنا عيسى ابن مريم أنا أبحث عن عيسى ابن مريم في القرآن انظر معي عبارة أو اسم عيسى ابن مريم لو حددناه هنا انظر معي أخي الحبيب 11 حرف هنا عيسى أربع أحرف ابن ثلاثة ومريم خمسة أحد عشر حرفان يعني الله عز وجل عندما سمى سيدنا عيسى قال اسمه المسيح عيسى ابن مريم جاء عدد حروف هذا الاسم 11 يعني في حروف اسم عيسى ابن مريم نرى وحدانية الله خلال العدد 11 طبعا هذه لازالت مقدمة يعني سنرى الآن المزيد والمزيد طبعا المسيح عليه السلام لو بحثنا عن المسيح كمرة تتوقع أنه ذكر في القرآن لو ضغطنا على البحث سنجد أحد عشر موضعا في القرآن ذكر اسم المسيح إذن المسيح تكرر 11 مرة ينسجم مع عبارة إله واحد مع عبارة قل هو الله أحد مع اسمه عليه السلام عيسى بن مريم 11 حرف انظر معي سوف ترى سلسلة مذهلة الآن أخي الحبيب الآن أنا لدي عبارات مهمة جدا في القرآن الكريم تتعلق بعيسى عليه السلام قبل ذلك قلنا قل هو الله أحد كم حرف 11 حرفا طيب لو ذهبنا إلى سورة الإخلاص سورة الإخلاص هنا انظر مع إخي الحبيب قل هو الله أحد الله الصمد هنا هذه العبارة أو هذا النص لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد طبعا ما عد الواو كلمة لأنها تكتب منفصلة عما قبلها وما بعدها نجد أن هذا النص الذي ينزه الله عن الولد أو أن يكون له كفوا أحد ولد أو شريك أو أي شيء من الخلق عدد الكلمات كم انظر معي هنا أخي الحبيب 11 كلمة يعني القرآن استخدم 11 كلمة ليعبر عن ماذا عن وحدانية لأنه ليس له ولد سبحان الله من الأشياء الجميلة جدا أيضا في هذا الأمر أن اسم عيسى انظر معي أخي الحبيب اسم عيسى لو بحثنا عنه نجده قد تكرر في 11 سورة اسم عيسى في القرآن تكرر في 11 سورة ولو بحثنا عن ابن مريم أيضا نجد أن هذا الاسم تكرر في 11 سورة مع للم أن هناك آيات ذكر فيها ابن مريم لم يذكر عيسى يعني مثلا ذكر وجعلنا ابن مريم وأمه آية آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين فهذا ليس في اسم عيسى على رغم من ذلك جاء عدد مرات ابن مريم في القرآن في إداعش سورة إداعش سورة وليس إداعش مرة واسم عيسى في إداعش سورة أيضا طيب هنا أنا عندي جزء من آية مهم جدا الله سبحانه وتعالى يقول ما المسيح عيسى بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل انظر معي أخي الحبيب هنا دعني أعد أعد معك ما المسيح عيسى بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل انظر كم كلمة 11 كلمة يعني انظر ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 11 كلمة وهنا نلاحظ أن القرآن لم يستخدم اسم عيسى بن مريم مع أنه استخدمه في آيات أخرى لماذا ربما والله أعلم لينضبط هذا العدد ما المسيح ابن مريم لا يوجد هنا عيسى لو قال عيسى لأصبح العدد 12 فمن يعني أحد إحدى الحكم أن هنا اسم عيسى لم يذكر لينضبط العدد على الإدعش وحدان يتلى وتنزه الله على الولد طبعا هنا يعني لو مثلا ذهبنا إلى آية مثلا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله انظر معي أخي الحبيب ما اتخذ سأبحث عنها الله انظر معي ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله كم كلمة هنا إدعش كلمة يعني عبر القرآن عن وحدانية الله وتنزيهه عن الولد بإدعش كلمة يتناسب مع وحدانية الله طيب أنا عندي هنا أخي الحبيب سيدة مريم ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيهم الروحين إذن دعوني أبحث عن أحصنت فرجها هنا أيها الأحبة كم كلمة إدعش كلمة ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا إحدى عشرة كلمة طيب هناك آيات أخي الحبيب تنزه الله عن الولد يعني نجد ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه غالبا ما يستخدم القرآن كلمة سبحانه لتنزيه الله عن الولد انظر كلمة سبحانه هنا لو بحثنا عنها بالرسم العثماني سنجد أنها تكررت في إدعش سورة سبحانه وردت في إحدى عشرة سورة طيب الآن الشيء المحير أن السيدة مريم عليه السلام جاءتها الملائكة بالبشرة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم هنا ورد اسم عيسى انظر معي أخي الحبيب نبحث عن يبشرك إذن إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى عيسى بن مريم كم كلمة إحدى عشرة كلمة مثلا وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يعني هنا لو بحثنا عن اسم يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين كم كلمة كلمة انظر معي 11 كلمة يا مريم وانظر معي الياء هنا متصلة بمريم لنعدها كلمة واحدة حسب الرسم العثماني يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين 11 كلمة يعني انظر معي اخي الحبيب إلى هذا التوافق المذهل فعلا طيب هناك آية في سورة مريم أول آية تتحدث عن سيدة مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا كم كلمة 11 كلمة طبعا البرنامج هنا عندما نحدد انظر معي هنا يزداد عدد الكلمات كلما حددت كلمة يعدها فهنا 11 10 كلمة طيب بقي عندي شيء محير فعلا في كلام سيدنا عيسى بن مريم الذي بشر ب أحمد صلى الله عليه وسلم وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل دعوني أكتب الآية أولا هنا إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحرم بنظر كم عدد كلمات هذه الآية 33 كلمة لماذا طبعا العدد 33 هو 11 مضرب في 3 ولكن لماذا 33 لأن المسيح عليه السلام عاش 33 سنة ثم رفع وهناك حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يدخلون على عمر عيسى 33 سنة اللهم صلي على سيدنا محمد الآية المهمة هنا أنه توجد آية في القرآن تتحدث عن وفاة المسيح الله سبحانه وتعالى يقول إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي انظر معي دعني أعد معك الكلمات كلمة كلمة أخي الحبيب هكذا إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك انظر تابع الكلمات عدد الكلمات هنا يظهر و سبعة رافعك ثمانية إلي ومطهرك إدعش عن كلمة مطهرك إدعش ليقول لك طهره الله من أن يكون يعني أن يكون كلامهم صحيحا أن يكون لله ولد من الذين كفروا وجعلوا الذين اتبعوك من طعش كلمة فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة 24 كلمة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون 33 كلمة هنا كما ترى أخي الحبيب هنا يعني الآية الوحيدة التي خاطب الله بها سيدنا عيسى في القرآن وأخبره إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي هذه الآية ركبها الله من 33 كلمة هو نفس عمر المسيح عندما رفعه الله توفاه ورفعه الله إني متوفيك ورافعك إلي في السنة التي رفع فيها المسيح إلى السماء كان عمره 33 سنة لذلك جاء عدد كلمات الآية 33 لاحظت فهذه الأمور والله أيها الأحبة يعني الإنسان يعجب كيف يمكن لإنسان أن يجحد مثل هذه الحقائق طبعا لو أردنا أن نكمل سنجد مئات وآلاف التوافقات مع هذا العدد آيات التي تتحدث عن وحدانية الله عن المسيح عن عيسى بن مريم تنزه الله عن الولد ستجد العدد أحد عشر دائما يدخل في تركيبها مما يدل أولا على أن القرآن محفوظ برعاية الله لو حرف لاختفى هذا النظام وأن القرآن هو كلام الله الحق وهذه يعني أشبه ببصمة رقمية في القرآن شفرة أو بصمة رقمية موجودة في القرآن تشهد على أن الله واحد أحد سبحانه وتعالى لذلك أيها الأحبة أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بهذه المعلومات وأرجو نقل مثل هذه المعلومات لأحبتكم في الله ليستفيدوا منها وعسى الله أن ينفع بها ويهدي بها من يشاء من عباده وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق